اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان الانجازات والنجاحات المتتالية التي تحصدها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص تعكس استمرار الجهود الوطنية الحثيثة لترسيخ مبادئ حقوق الانسان وتعزيز القيم الحقوقية معربا معاليه عن الفخر والاعتزاز بالدعم الملكي السامي ورؤى الاستراتيجية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في حماية وصون حقوق الانسان وتأكيد روح التسامح والتعايش التي عرفت بها مملكة البحرين على مر التاريخ وأشهد معالي رئيس مجلس الشورى بالخطط والبرامج الحكومية الطموحة التي تبرز ريادة مملكة البحرين في المجال الحقوقي مثمنا مساندة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وحرص سموه على مواصلة الجهود الحكومية في ترسيخ الثوابت الوطنية والأسس الرصين في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالاشخاص أثنى معاليه على المبادرات القيمة التي تقدمها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الأداب العامة وهيئة تنظيم سوق العمل إلى جانب اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالاشخاص ونوها معاليه بتكامل منظومة التشريعات والقوانين الوطنية وتواؤمها مع الأنظمة والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالاشخاص ترجمة نانسي قنقر